خلونا نروح لمقطع صوتي من حديث فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرج الصحة ويصبرك الاتنين فخامة الرئيس والمواطن المصري يصبرك على نفسك وعلى وضع اقتصادي انت مش مسؤول عنه وخليك فاكر كده كويس وصبر رئيس علينا الرئيس كان بيتكلم على انه يوم 25 يناير رمز مش بس العيد الشرطة لكن كمان هو تكريم لبطولات رجالتها وتضحيتهم وانه عنوان لروح التحدي لدى الشعب اللي خرج منه ابطال الشرطة يقفوا في وجه المحتل انجلترا انا زاك وقال في كلمته في احتفالنا النهاردة بالعيد رقم 71 للشرطة المصرية قدرة المصر على تحدي المستحيل بذاته اقول لك نسمع المقتطف الصوتي ونرجع نكمل الكلام ان القدر شاء يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وانما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه ابطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالافعال وليس بالاقوال ان الموت من اجل الوطن اهوا من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر ان يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف امام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزويدنا بمدد لا ينقطع من القوة والسمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته شوف كلام الرئيس ده الشديد الاهمية لانه هي مسألة فعلا كده ان هذه القصص وهذه الملاحم هي اللي بتزود روحك فعلا بالسمود يعني وبالمناسبة مش بس البطولات اللي اتعاملت في الاسماعيلية 51-52 والبطولات اللي فضلت تتكرر طول الوقت ولم تنتهي يعني حتى النهاردة احنا واحنا قاعدين قاعدنا نشوف كمان عرض سريع لقصص وملاحم بطولية لشهدائنا يا جماعة ده لحد الشهر اللي فات لحد الشهر اللي فات طول الوقت يعني انا حتى لفت نظري انه كان في امين شرطة ستشهد في ديسمبر وهو بينقذ ناس من حريق في منزل نحتسب وعند ربنا سبحانه وتعالى شهيد بالقطع لكن اللي انا عايز اقولك انه طول الوقت طول الوقت مصر بتقدم شهد فاوقات الحروب تقدم وعندما يحدث امر ما ما هو اللي بينقذ فعلا الناس وقت حاجة زي حريق ما او انه يروح يا هاجم وبقرة اجرامية ناس بتاعات مخدرات ولا مش عارف بيتجروا في السلاح ولا مش عارف ويتعرض لاطلاق نار فيستشهد ده طول الوقت التضحية ما وقفتش ما وقفتش طول الوقت موجودة طول الوقت مستمرة مهم اوي 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 انه يكون طول الوقت كمان فيه عين طرى واذن تسمع ففعلا احنا محتاجين انتاج درامي يعلم ولادنا كده محتاجين انتاج درامي فعلا يعلم ولادنا كده يبني وجدانهم ويبني روحهم ويسقل ويجلي حماسهم الموجود عندهم بشكل فطري اشتركوا في القناة